السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب عاملين ايه النهاردة بمشيئة الرحمن هنضف مع بعض المنبار بطريقة سهلة جدا هنعملوا بتلت طرق للمبتدئين اللي ما بينعرفوش ينضفوا المنبار وطبعا اخواتنا بتاع يعي واخي يبتعدوا لان ممكن المنظر في البداية كده يبقى مش على زقهم هنبتدين سامي بالرحمن كده على طول نجيب المنبار بتاعنا زي ما هو كده ننزل بيه في طبق نغمره بالمية وعليه بقى نعصر اللمون علشان طول ما احنا شغالين كده تبقى ريحة المنبار معانا حلوة هنزل كمان بحوالي ربع كوب من الدقيق وكمان ربع كوب من الملح كده وادعاكو كده الملح طبعا بيخشن المنبار وينزل اي حاجة لازجة عليه موجودة على المنبار هنبتدين ندعاكو مع الدقيق كده دقيق بيشيل الزفارة هو واللمون وابتدي بقى اسامي بالرحمن اول حاجة بعملها ان هقلب المنبار في كزا طريقة لقلب المنبار انا بحب كده اقلبه مع نفسه كده بدخل المنبار بصوابعي كده جوه نفسه وبعد كده اول ما بيدخل كله بيتزفلط معي وبيتزحلق وبيبقى اتقلب معي بمنتهي السهولة هقلبه كمان مرة بس بطريقة تانية بجيب اي حاجة زي المسن كده تكون نعمة او قلم او اي حاجة اي استيك نعم وابتدي اسيب اتنين سنتي كده في بداية قطعة المنبار اللي انا طبعا ببقى مقطع تقريبا نص متر كده الواحدة علشان تبساهل علي القلب وابتدي اسحب اسحب لحد كده ما يظهر بقى الطرف اللي انا كنت سايبه في البداية بعدين بقوم سحبه وكده المنبار بتاعي بيبقى اتقلب بمنتهى السهولة دي طريقة تانية نقلب بيها المنبار شايفين اول ما بمسك الطرف الاولاني خلاص باسحبه وكده المنبار اتقلب معايا نفس الفكرة بس طبعا انا بحب اقلبه بالطريقة اللي هي ايه جوه نفسه دي بتبقى سهلة بمسك طرف المنبار زي اللي انا مقطعه نص متر تقريبا وابتدي كده ادخله جوه نفسه كده زي ما احنا شايفين بصوابعي بصوابعي كده افضل ازوق فيه لحد ما القطعة كلها تدخل وبتبقى سهلة جدا هوب على طول هقوم شده وسحبه بقى الطرف اللي جوه ويبقى معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده بعد كده دي الطريقة دي بالنسبة لي سهلة قوي اسهل من ان استخدم استيك او استخدم اي حاجة هقلب بقى المنبار بتاعي كله بنفس الطريقة بمنتهى السرعة لو عندك عشر كيلو منبار هتقلبيهم في ثواني بالطريقة اللي انا بعملها دي اسهل كتير وطبعا كل واحد على حسب الطريقة اللي بيتمكن منها وبيعرف يعملها انا الطريقة دي بالنسبة لي سهلة قوي وبتخليني انجز واعمل اي كمية من المنبار لو عشر كيلو بخلصهم بسرعة شايفين بقلبوا بسرعة ازاي انا خلصت الكمية كلها طبعا علشان مطولش عليكم الفيديو تاني خطوة بقى اللي بعد قلب المنبار ببتدي بقى بيبقى جواه كمية من الدهن فلازم نتخلص من الدهن ده لان مينفعش نحشي المنبار وهو فيه الدهن الكتير ده هيبقى طبعا تقيل جدا على المعدة وعلى اللي بياكله لازم نتخلص منه كمان مش هتعرف تنظفيه من قلبه الا ما تتخلصي من الدهون دي شايفين كمية الدهون اللي بتطلع كمية كبيرة جدا لازم المنبار ينضف منها تماما علشان تقدر يتخسليه كويس وتتخلصي من اي ريحة موجودة فيه بس بالراحة بقى وانت بتشدي الدهون دي علشان ما تقطعيش المنبار معاكي وتهدري في الكمية اللي عندك كمية الدهون اللي بتخرج دي بتخلي المنبار يعني لو انت جايبه كيلو بيصفى في الاخر على ربع كيلو لانها تقريبا بتبقى قد المنبار ثلاث مرات فاحنا هنخلص الكمية كلها هنخلص الدهون دي ننزعها كلها وابتدي بقى اصفي المنبار بتاعي فمصفى كده واشتفه شطفة خفيفة علشان الخطوة اللي بعد كده الدقيق مع الملح بنزل كمية كبيرة من المواد اللازجة اللي موجودة عليه وكمان انا شلت منه كمية كبيرة جدا من الدهون حاطف كده تاني في الطبق زي ما احنا شايفين وابتدي انزل تاني بشوية من الدقيق وكمان مكون سحري كده اللي هو بيكاربونات السوديوم دي بتفور اي مواد اللازجة موجودة عليه خاصة بقى لما انزل عليها كده بربع كباية من الخل ومحدش يصدق ان الخل بيثبت ريحة الزفارة ولا الكلام ده طول عمرنا بنستخدم الخل واللمون علشان نتخلص من اي ريحة زفارة والممبار بيبقى ريحة قشطة كده وفي الاخر بتشمي ريحة نضافة وريحة لمون وبيبقى زي الفل هعصر كمان لمون في كل المراحل زي ما احنا شايفين كده اهم حاجة عندي احط لمون وزي ما شوفنا طبعا بعد ما حطينا الخل على بيكاربونات السوديوم الفوران حصل الفوران ده بقى تقدر تسيبي الممبار بتاعك منقوع كده ربع ساعة او نص ساعة علشان المواد اللازجة اللي موجودة عليه تتخلصي منها دي كل الدهون اللي خرجت معايا شايفين قد كمية الممبار مرتين تلاتة وطبعا مستحيل ناكل الممبار بالدهون دي كلها بتجيبي كيس بقى وتتخلصي بقى من الدهون دي كده وتربطيها قبل ما تحطيها في البوسكت وبعد كده هنروح للخطوة الاخيرة اللي هي بقى كحت الممبار طبعا احنا قلبناه ونقعناه وكمان هنضفه واشلنا الدهون اخر حاجة بقى مرحلة الكحت حاجة هتوق النهاردة بتلات طرق اول طريقة طريقة السكينة ببتدي احطه قدامي على صنية كده وابتدي اسحب اي مادة لازجة موجودة عليه وطبعا احنا حاطين بيكاربونات مع خل ففورت المواد اللازجة اللي موجودة على الممبار بتاعي شايفين بتخرج معايا ازاي بمنتهى السهولة وخلي بالك وانت بتعملي بالسكينة تعملي بظهر السكينة علشان ما تقطعيش الممبار ويتمزع منك ويتهدري برضو في الكمية بتاعته هنعمله بطريقة تانية احنا عملنا بطريقة السكينة اجيب الطريقة التانية بنجيب سلكة من بتاعت المواعين اللي هي السلس اللي هي الخشنة دي طبعا بتبعيدي خالص عن السلك النعم السلكة الخشنة دي بتكون اول استخدام زي ما احنا شايفين نمسك الممبار بتاعك وتبتدي تسحبي بهدوء كده شايفين المواد اللازجة اللي بتخرج معايا عاملة ازاي وتتخلص اكبر كمية من المواد الموجودة على الممبار وما فيش ما يمنع انك تستخدمي اكتر من طريقة ممكن مع السلكة تستخدمي السكينة ومع السكينة تستخدمي السلكة كل حاجة هتساعدك انك تنظفي الممبار وتتخلصي من الدهون والمواد اللازجة اللي عليه دي استخدميها والطريقة اللي تريح كيف احنا عملنا بطريقة كحت بالسكينة وكمان كمان بالسلكة هنعمل طريقة تالتة ودي طريقة الجزار هنجيب جلدة انبوبة او اي حاجة شبيهة لجلدة الانبوبة يعني مثلا اسباتيولا الاين بتاعها ديقة كده نبتدي نسحب نحط طرف الممبار جوه جلدة الانبوبة ونسحب المواد اللازجة اللي عليه مرة واثنين دي طريقة الجزارين سهلة برضو الطريقة اللي تريحك هتستخدميها انا عملت معاكو الممبار النهاردة بثلاث طرق نضفته كده بثلاث طرق بطريقة السكينة وكمان السلكة ولازم السلكة زي ما احنا قلنا تكون استخدام لأول مرة وعلى مهلك كده وانتي بتسحبي علشان ما تقطعيش السلكة برضو بتنظف كويس جدا وبتسحب اي حاجة موجودة عليه والسكينة لازم تكون برضو بهدوء عشان ما تقطعش الممبار وبدهر السكينة زي ما احنا اتفقنا شايفين اللهم بارك لو عندك عشر كيلو هتخلصيهم بمنتهى السرعة وهيبقى معاك نضيف زي القشطة انا خلص الممبار بتاعي كله علشان ما اطولش عليكم الفيديو وهوريه لكو دلوقتي هيبقى عامل ازاي اللهم بارك انا بعد ما خلصته اشتفه كده شاطفة خفيفة شايفين اللهم بارك بقى زي القشطة ازاي هنجيب الممبار بقى ونفتح المية ونمرر المية جواه كده ونتطمن بقى ان الممبار بتاعنا بقى زي القشطة ووريكو قد ايه هو مضيف جدا ما شو الله تبارك الرحمن والريحة بقت معايا تحفة باللمون كده وخطيرة شايفين النظافة شايفين ابيض قد ايه بعد ما تخلصنا من الزوجة العالية وكمان الدهون اللي كانت موجودة فيه كمية الرهيبة بتاعت الدهون هصف فيه بقى تاني بعد ما نقعته شوية كويسين في اللمون وبقى معايا بالشكل اللي احنا شايفين وده اللهم بارك حاجة اشتة تقدار يبقى تاكلي وانتي متطمنة حاجة جميلة ونضيفة ورحتها حلوة عملنا حاجتنا بنضافة وبسرعة وبكذا طريقة والطريقة اللي تريحك استخدميها انا صفيته طبعا وابتديت حطيته في علبة كده من علبة التلاجة عندي علشان يبقى جاهز على الحشية وقت ما اكون عايزة اكل ممبار بطلع الكمية اللي انا عايزها وابتدي هحط عليه بس كده ترنشات من اللمون علشان يفضر رحته حلوة معايا طول الوقت واحفزه في الفريزر واعلى الفريزر على طول بالعلبة بتاعته زي ما هو كده حاجة نضيفة ورحتها حلوة وقت ما اكون عايزة احشي بحضر الخلطة بتاعتي وخرجه احطه كده يفكه قدامي على الرخامة وبعد ما يفك انقعه في مقية بلمون تبقى رحته زي القشطة كده تاني وأصفيه وابتدي احشي احلى ممبار ممكن تكله بالهنة والشفة عملنا النهاردة المنبار بتلت طرق مختلفين كل طريقة اسهل واحسن من التانية ممكن تستخدمي التلت طرق كلهم مع بعض ياريت النهاردة يكون الفيديو البسيط ده نال اعجابكم ولو اعجابكم الفيديو متنسونيش بقى من اللايك والشير ولو اول مرة تشوفوا قناتي انا هنا ودي قناتي مطبخ الهنة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة